بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع من يقرأ في طبيعة العلاقات السعودية البحرينية لا يكاد يشك بأن البلدتين عبارة عن بلد واحد فهما عينان في رأس وقد بدأت هذه العلاقات الحميمة فيما بينهما منذ تأسيس الدولتين فالعلاقة بين آل سعود وآل خريفة علاقة حميمة جدا والأمثلة عليها كبيرة ويكفي أن نعرف أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي أهدى سيف جده الأجرب للشيخ عيسى بآل خريفة رحمه الله تعالى السيف الأجرب الذي يقول فيه الإمام تركي وخاطب بن عمه مشاري سريا قلم مكتب على ما تورى أزكى سلام لبن عمي مشاري شيخ على درب الشجاعة هنضره من لابت يوم الملاقه ضواري يوم نكلم من خوية تبرح حطيتها الأجرب لعميل مباري نعم الرفيق الياسطة ثم جره يدع مناعي للنشام حباري وقد زار الإمام سعود بن فيصل بن تركي البحرين واستقر فيها زمنا وتوتدت علاقته بالحاكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله تعالى ثم جاء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي وأخذ معه ابنه عبد العزيز الذي صار بعد ذلك الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى واستقر أيضا عند الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بعد معركة مليد في حدود سنة 1891 بعد أن فقدوا حكم نجد في ذلك الوقت ووجدوا حسن الضيافة وكرم المرؤة العربية والنصرها أيضا عند أسرة آل خليفة ولم ينسى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه الزيارة فظلت في قلبه معززة مجللة إلى سنة 1930 ورد الوفاء أيضا للشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي استمر في حكمه إلى تلك السنة رحمه الله تعالى وزاره شاكرا ومؤيدا وكان الملك عبد العزيز لا يخاطب الشيخ عيسى إلا بالشيخ الوالد لأنه يعرف له قدره ومكانته عنده وعند والده لما توفي في تلك الأثناء لما زاره بل استمرت العلاقة أيضا بعدها بتسع سنوات في سنة 1939 زار الملك عبد العز رحمه الله تعالى أيضا الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله وكانت في الزيارة الأولى في سنة 1930 أرسل ملك عبد العز رسالتين رسالة للشيخ عيسى ورسالة للمعتمد البريطاني الذي أخفى زيارة الملك عبد العزيز ورغبته في زيارة البحرين كأنه لا يريده أن يزور الشيخ عيسى وقد تضايق الشيخ عيسى لما رأى أن مركب الملك عبد العز رحمه الله قريب من البحرين ولم يدخل البحرين فخرج الشيخ عيسى مع أبنائه وإخوته واستقبلوا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على البحر وثم جاء الملك عبد العزيز وزاره أيضا بعد تسع سنوات أو زار الشيخ حمد بن عيسى واستقبلهما أيضا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد ذلك لما جاء الشيخ حمد بن عيسى حاجا ومر الرياض واستقبله الملك عبد العزيز وأحسن كرمه وضيافته فيه الملك سعود رحمه الله زار البحرين قبل أن يصير ملكا في حياة والده في أواخر الثلاثينات الميلادية وزار البحرين مرارا وتتوقدت العلاقة بينهما كثيرا وكذلك لا يوجد اليوم ملك من ملوك المملكة العربية السعودية ولا شيخ أو ملك من ملوك البحرين وشيوخها وأمرائها إلا وزار البحرين أو زار السعودية وهذا يدل على عمق العلاقة الكبيرة بينهما لو جئتم إلى النواحي الاجتماعية اليوم الكثير من الأسر التي لها حظوة ومكالة في البحرين ترجع في نسبها ومسقط رأسها إلى بلد من بلاد المملكة العربية السعودية وظلوا على صلتهم وحسن وفادتهم على أهليهم وذويهم في المملكة العربية السعودية مع حسن ولائهم وانتمائهم إلى البحرين وهذا في حاضرة البحرين وماديتها أيضا فهناك الكثير من رؤساء القبائل في البحرين ما زالوا مقيمين في البحرين معززين مكرمين مع أن مسقط رأسهم بلدة من بلاد السعودية أو ناحية من نواحيها في باديتها وهذا يدل على عمق العلاقة بينهما والكثير من التجار السعوديين كانت انطلاقته التجارية بدأت من البحرين وإلى يومنا هذا العلاقة بين السعودية والبحرين أكبر من أن تحصر فيه مثل هذه الدقائق فنسأل الله أن يعزهما وأن يبارك فيهما وفي سائر دول الخريج وبلادنا العربية والإسلامية اللهم آمين نراكم على خير وثق تاريخ مؤسستك وثق تاريخ عائلتك وثق تاريخك الشخصي آثار للأعمال التاريخية والتوثيق فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبدالعزيز العويد آثار للأعمال التاريخية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة